اينما كنت فانت معرض للاختطاف في جبال اليمني او سهولها في الريف او المدينة طالبا في جامعة او ناشطا في غاثة فالاختطاف في عهد ميليشيا الحوثي يأتيك بغتة كموتها في الحديدة اختطفت ميليشيا الحوثي طلابا يدرسون في قسم الصحافة والاعلام بجامعة الحديدة ووفق بلاغ نقابة الصحفيين اليمنيين فان مصير محمد الميسري ومحمد الصلاحي وبلال العريفي لا يزال مجهولا متهمة الحوثي باختطافهم محملة اياه مسئولية تعرضهم لأي اذى هوس الحوثي بالاختطاف وصل الى حد اختطاف طلاب المدارس وبحسب موقع الصحوانت فان الميليشيا اختطفت سبعة من طلاب المحويت كانوا في رحلة ترفيهية مشترطة حضورهم دورات تدريبية ثم الالتحاق بجبهات مواجهة ما تسميه الميليشيا بالعدوان حملة الاختطافات التي تأخذ نصيبها الاكبر في صنعاء تتوسع اكثر فاكثر بتاكيد رابطة امهات المختطفين الرابطة التي اتهمت بيان لها ميليشيا الحوثي باختطاف عدنان الغيلي ومحفوظ الاشول وياسر هبة وقالت الرابطة ان الثلاثة المختطفين ناشطون في اعمال اغاثة بمحافظة حجه على طول خارطة جغرافيا سيطرة ميليشيا الحوثي تنتشر اخبار الاختطافات من صنعاء الى المحويت فالحديدة الضحايا طلاب جامعة وتلاميذ مدارس ومواطنون قرروا النزهة بعيدا عن ظنك الحياة وقهر الحرب لكن الميليشيا للجميع بالمرصاد ميليشيا لا تكتفي بمارسة جريمة الاختطاف فقط بل تقوم بجريمة تجنيدهم في صفوفها وجريمة تعذيب بعضهم في سجونها